تصدت قوات الجيش الوطني والمقاومة بدعم وإسناد من قوات التحالف العربي لدعم الشرعية محاولات تسلل فاشلة لميليشيا الحوثي الانقلابية المدعومة من إيران في مديرية حيس ومنطقة القطابة بمحافظة الحديدة وقال مصدر عسكري في جبهة الساحل الغربي إن قوات الجيش الوطني تصدت لمحاولة تسلل الحوثية من عدة محاور وكبدت الميليشيا خسائر فادحة في الأرواح والعتاد مشيرا إلى مقتل أكثر من ثلاثين من العناصر الانقلابية وقدروا أن التصدي لمحاولة التسلل تزاما مع غارات شنتها مقاتلات التحالف العربي واستهدفت تعزيزات عسكرية ومخازن أسلحة وذخائر وتجمعات لميليشيا الحوثي الإيرانية في مناطق موزع والقراحي والتحيط وأكد المصدر مصر عدد كبير من الميليشيا الحوثية الإيرانية وتدمير عشرات الآليات العسكرية جراء الغارات الجوية والقصف المدفعي الذي شنته قوات الجيش الوطني على مواقع الميليشيا الانقلابية